صخر كيسمع ليها بتركيز وقال أها كملي قالت إلينا هات شي اللي عرفت لحد الساعة قال صخر ما شفتي حتى شي حاجة مريبة في الكازينو وهي تقول لا وارو كان قلس للعب شوية وتعرفت على شحال من بنت تمان كيبان كل شي عادي قال لي هات صخر مزيان ابقى صخر كيخمم في هات الاجتماعات السرية واشنو موراها زي ما تكون عندها علاقة بجرائم القتل أو لا تكون شي منظمة كتتخلص من الخوانة خرجت إلينا ودخل عمر وهو يقول الشاف لقينا شعر في سيارة الضحية الثالثة ومن بعد ما فحصنا هات بين بيلي ضغبة من شعر مستعار صخر قال يعني احتمال القاتل يكون عمر عمر قال لي داك شي فشكيت صخر بقى كيسترجع المعلومات أولا القتل كيكون بعد ما كيغيب الضحية عن الوعي يعني القاتل يقدر ما يبغيش لمواجهة إلي كانت مرأة حيث ما تقدرش تواجه الضحايا وهما فيقين ثانيا الضحية كيكون سايق ومشى طوعا المكان الجريمة وهذا كيأدي إلى احتمالية القاتل يكون مرأة ثالثا ودك الطرف اللي مقطع خلاني نشك أن القضية فيها انتقام من طرف الجنس اللطيف أشبال ليك؟ قال عمر هات شي كله اللي قلتي منطقي ونسبة أن القاتل مرر طافعات الـ 80% قال سخر إلي كانت أنتا وعند بالها دكية وغدا تلعب كيف بغات وتفلت منها ما عارفاش أشتع بحائلة حت في يد دي غدا تشوف الجاحيم اللي عمرها ما تصوراته بحياتها عمر قال باينة دكية ما مخلني أوراها حتى حاجة قال سخر أدكى لمجرمين وكيغلطه وقتها قرب كانت الحضاش دياللي خرز زيف من داره وركف الموتور دياله ومشى طاير موقف حتى القدام المركز وبقواقف شحال احتبان ليه سخر خارج وركف الطموبيل دياله وتبقى من بعدك شي اللي سمع سيف من عند الزميل دياله دار تحذياته الخاصة وعرف كين قضية فيها جرائم قتل متسلسلة احتى حد ما عنده خبار على تفاصيلها حيث مانعين من عنده من توصل للصحافة والتحقيق سير ريب أمر من طابق الصخر وبحث سيف على الصخر وعرف عليه أنه شخص صعيب وجدي في الخدمة وجميع القضايا اللي تكلف بها حلفا ولقى القبض على المجرمين ولكن هاد القضية استحصات عليه وهاد الشيخ اللي سيفي بغي عرف كتار على القضية ويكون الصباق معرفة مجرياتها أكيد اللي عرف التفاصيل وانشرها غادت تعرف عند كل شي وكل شي غادي سيق الأخبار ويعرف شنو واقع تبعو احتباليه وقف حدا كازينو ريبه نزل الصخر ودخل عاد تبعو سيف بحدا اللي يعيق به ابقى غادي شوي يغبر عليه الصخر وسرع سيف خطواته وهو كيتلفت يمين وشمال ما حس براسه احتشنق عليه صخر قال ليه شكون اللي مصيفتك سيف كيحاول يفكر رازو وقال حييد يديك أشكت خربك صخر دفعوه قال كان خربك من نيتك ليش تابعني قال ليه سيف ما تابعكش شكون انت بعدا صخر قرب ليه كيطلع فيه ويهبط وقال هادك تبهليل ديرو على شي حد أخر ما باغيش تهضر دور صير في حالاتك نلقاك في جنابي ما تلوم غير راسك قال ليه سيف أنا ما تابعكش غير كيتخايل ليك اضحك صخر بصخرية وتحرك تكمل طريقه وبقى سيف واقف طال عليه الخز قال سيف هاده ما ساهلش عاقبية تفو قاعدكش اللي سمعت عليها صحيح دهر صيف راجع في حاله واخرج من الكازينو غادير كف موتور دياله هز دراسه هو كيقعد الكازك باش يلبسوه احتاجات عينيه عليها سد عينيه كيتأكد واش هي اه هي تعجب من طريقة لبسها وضحكتها اللي واصلة لعنده والبنات اللي مرافقينها شافها داخل الكازينو ونادى بزميتها وبصوت عالي غادير ما دارتش وبقات غادة حط الكازك ودخلتها بحاتاني دازو على الكازينو واتجهات البوات قربت خطوات مسرعة ولقاها دخلات مع الباب البوات جاي يدخلوا حبسوه الفيدورات اللي واقفين عند الباب سيف واقف وسطهم وكيقول وراه بغيت غير نهدر مع صديقتي قال ليه الفيدور ممنوع ما عندكش بطاقة ما كيندخل هو يقول سيف غادير مولات لغوه بالبيضاء كانت مازالة قرب الباب وسمعاتش حد كيهضر ويعيت بصوت عالي تلفتات وشافت فيه كيشوف فيها وكيلوح بيديه ليها دورات راسها ودخلات الداخل تعجب من ردت فعلها وحك راسه من نور كيقول ما يمكنش تكون هي لبسها والطريقة بش شافت فيه ومجيئها اللي بلاسة بحالها دي اكيد ماشي هي ولكن شابه كبير حال ودور راسه وهز مطوره كثيرا لداره وفي داخل البوات قال سيندي هي يوجوج ديال البنات اخرين دايرين ميكاب متير كان جمالها فريد مايمكنش تلقاشي وحدة شبه ليها في ملامحها جسمها صغير ولكن انتم قال سين في طفلة قريبة القاعة الرقص سيندي في الوسط والبنات كلها قال سفجن وكلهم دايرين بالحالة قالت البنت اللولة شفتوا قلت ليكم اليوم البوات زاهي جايبين دايت جيم شهور اليوم غادي نحيه قالت البنت الثانية والله يلادرت فينا خيرها سيندي ديما دايزين على وجهك خديني لتاكي فابور وجات مع الويكاند وهي تقول البنت اللولة ناري الدنيا عامرة تيتيز والصداع اليوم ندبر على راسي وهي تقول سيندي من اللي قلستو ما سكتوش واش ما كتقادعوش قالت البنت الثانية غير الفرحة وصافي ابقى وقالسين كيش تحف بلايسوهم وكلها مرة كتناعت وحدها في هادوك البنات الشي واحد عجبها وقلسو كي يكركروهية والاخرى سيندي عصبوها بكترة الهضراء والتكركير نادت زعفة قالت لي هالبنت اللولة فين غادة؟ وهي تقول سيندي غادة نمشي نجيب من شربه وفي الوطيل التابع للكازينو في جناح إلينا واقف الصخر في البالكون كيكي حتسمع خطواتها خارجة من تريسينج روم قال لي ها ساليتي يواءاري ما عندك قالت إلينا كتجرحني بهذا التعامل الجاف ديالك الصخر قال أنا هاكا داير ما عندي من ديرليك فراعتي لي يا راسي بليزابيل ديالك إلا ما عندك ما تقولي وجايباني غير هاكاك راه اليوم تاكليها يلا قولي شنو هي الأخبار اللي عندك؟ قالت إلينا البارح كان اجتماع آخر سيرلي ومنلي سولت واحد الموظف بعد ما دوقته بجوجد الكليمات قال لي يا مول كازينو هو اللي كينضم هاد الاجتماعات السخر قال مول كازينو وهي تقول إلينا آه جبت ساخ التليفون دياله دو استيصال وقال مورات بغيتك تجيب لي معلومات على صاحبك كازينو درينو فأسرع وقت دوصيه كله نبغي نلقاه عندي غدا وقتع نادو قف بغا يمشي وهي تتبعو شدات فيه وقالت السخر بقى معايا شوية عفاك واش ما كتحش بيها قال لي ها ممثاليش خلاها وخرجها بطف لسونسون وغادي خارج وسمحها صوات جاية من البوات وبدك يدورها فرازو وهز التليفون ودوز المقالمة وقال هبطي غادي تلقى إني في البوات التحت إلينا بالفرحة قالت لي أوكي أنا جاية اقطع ودخلك يتعنقر غارضو ماشي في البواتو النزاها ولكن باغي يلقي نظر على المكان هو في أروج أيامه الويكاند هو حفلة خاصة يعني كل الشي غادي يكون هنا وقف حدا الباك وشافوه العمالقة وعقله عين وجهه ما يمكنش تنساه بدوك التعابير القاسحة والغوبة شني ما كتحيتش خلاه ويدخل تدخل طلب مشروبه بدك يشرب منه وهو ساهي عقله ديما خدته وسمح صوت أنتا ويرقيق بجنبه كي طلب مشروبات غير كحولية مهاش راسوه بقى كيش ساندي كانت واقفة كتطلب كوكتيل لها وصحاباتها وعلقة بنظرات الرجال لموجها لها ملينها دتمنط بنا حركاتها وتعابيرها ونظرتها كل شي كيحكي استيقى في النفس اللي عندها وهات شي كي يجدب رجال كتر هي واقفة كتسنة تاخد طلب ديالها وقف عليها شاب طويل عامر شوية وحروفه شحبين من لباسه بين ملعاق بتاسم ليها وقرب كتر عينيه كيتفحصوا جسمها وهدرب تيقى السلام الزوينة قالت السلام وهو يقول اسميتي جواد وانتي يا الزوينة قالت اسميتي غير مهتمة جواد تزير وقال قويض حمع راسك بغينا غير نتعرف عليك قالت وانا جهوتك ما بغيتش شدها من ايدها وكيهضر بعصبية قال مالكي هازدخنا فركل السماء بداتك تدفع فيه وقالت تلق من ايد ديها بنادم قال ليها جواد ويلا ما بغيتش انا تنفخي عليها السلقوطة قالت السلقوطة هي امك اللي ولداتك تجلها سمحا عيرات تاصيلته وهو يهز ايده بغي يجبدها معها بسقلة هزها حتى السماء وبغي يهبطها وهو يحسب ايده تلوات مورا ظهره ومن شدة الالم تلق ساندي والشخص اللي موراه مزير عليه قال ربح دا ودنيه وهو حاكمه من لور وقال له ما عندك نفس قالت ليك ما بغيتش افهم راسك وقلب الطريق جواد كيتقلمه وقال وانت مالك اش دخلك هو يقول له سخر بغيت بزز راسك عليها صحة ياك الروجل هو يقول جواد راجل علمك وديها في راسك قال سخر سير الراجل لداركم راه غادي تتاكلها في عظامك قال ليه جواد وسير تلعب ايش غادي تدير قاعه هو يقول له سخر ما غاديش قال ليه سخر ما غاديش ياك واخا نزل عليه براز حتى داخل وعاود شدو من القول ونزل عليه الوجه بجوج بونيات شر شمليه الوجه ثموا مناخروا دايزين بالدم ساندي واقفة بعيد وكتشوف في المباراة لقدامها وشي بناس بدو كيغوتو جوا سيكريتي ديا البوات وبغاو يدخلوا شدوا صخروا بعضوه على جواد اللي وجهوا عمار دمه طايح صخفان في الأرض فسوه وخرجوه وجوج واقفين على صخف بغاو يجريو عليه حتى هو قال ليه سيكريتي تفضل معانا خرج داير الفوضى وضارب السيد غادي تبقى معانا حتى يجيو البوليس هاداك اللي ضربتي عارفو شكون بعدا سخر كانت لي قاد في حويجوكا شكون غادي يكون باشار اه ولا يقدر يكون حيوان ما نعرف قلت في بلاستو قدام البار وهادوك واقفين عليه قال ليهم هاني هنا حتى يجيو البوليس وهز كاسو شرب منه وقال ليهم بيما ما نكمل كاسي دوك الجوج بقى واقفين عليه ما بغاوش يجروه بالقوة وينوضص داع مرة اخرى كيتعجبوا في الهدوء اللي فيه وما خايف مواله شخشخ بنادم وقال سكي شرب سخر بقى متجاهلهم ودور عينيه في المكان حتى جات عليها وعرفها شكون فاش اسمع حضرتها هي والاخر نادة تدخل حيت صدعوه وهو ما كيتناقشو حدا ودنيه شاف فيها كتهدف وهي ما خايفاش من الاخر عرف باللي هي نفسها اللي خرجات فيه المرة اللي فادت كانت قالصة في الطفلة مع صحاباتها وكتشوف جيهته متبعش نوطاري معه تبادلوا النظرات الوهلة حتى وقفوا عليه البوليس غير شافوه رجال الشرطة وبدو كيتفتفوه رجال الامن كي نعتوليهم دعمها هو مولاها والاخرين جامدين حتى حد مقدر يقرب إليه قال لهم الامن هادا هو اللي نوض الفوضاء وضرب السيد اعتاقلوه اكيد هاداك السيد غد يدعيه البوليسي موجه الهضرة لسخر وقال شاف شنو نديرو هو يقول ليه الامن ما هز الويل من هنا اش كتخربق هو يقول البوليسي سكوت هادا اللي كتهضر عليه راه نضابط صخر بن يازيد باغي تبات في المنيقة قال صخر خليه عليك راه كيدير خدمته وقف وقال شربت شوية وخاص اللي وصلني للطاع جابكم الله اضحك في وجه دوك رجال الامن اللي سمعوا باللي ضابطه جمده تمشى ورجال الشرطة بتابعينهم داز من حد الطابلة اللي فيها سانتي وقف فاش سمع صوتها كتعيط قالت موسيو وقفت حداه وقالت شكراً حيت دافعتي عليا كتشوف البوليس اللي وراه وقالت واسمح لي جبدليك صداع بسبابي صخر مركز على عينيها وقال درت خدمتي فبنا ما تشكريني تحركوا تبعوه البوليس وبينت ليه إلينا واقفة كتشوف فيه وكانت يلاه داخلها قالت حبيبي ديزولي تعطلت عليك راه كنت قاطحها صخر وقال ماشي وقته خرج وركفته موبيل دياله اللور وسايق فيه واحد من رجال الشرطة والخرين رجعوا فاجعوا بعد ما غادر بقال سيندي غير كتفكر فيه وفي الموقف اللي ترى لها مع ذاك خينا وتدخل صخر هي كتكره حسر رجال وكتنفرهم وعمر شي حد أطر فيها غويت شحال من واحد على حساب انتقامها وعمرها بمحسات بشي حاجة تجاه الجنس الآخر كتعيف هم يقربوا لها وفاش كيتأملوا جسادها وعلى وجههم نظرة شهوة كتكره حتى راسها أول مرة تشوف شي واحد وما تنفروش وما فكراتش فيه كيف ما موالفة كتفكر في الرجال على أنهم حيوانات وتعبعين غير شهوتهم الجنسية كتسائل مع راسها أشنو اللي مختلف هاد الشخص اللي فاش شافت في عينيه وهي كتشكره حسات بشي حاجة غريبة في الداخل ديالها يقدر حيدار مع هادك الجاس وممتنة ليه وما طمعش فيها كيف موالفين لخرين هاد الشي كله كان كيدور في راسها وهي راجعة في حالها وصلت لإقامة اللي ساكنة فيها وطلعات للشقة في مساكنة ودخلات البيتها اللي كان مضنم وحيدات حويشها ولبسات بيجاما ومشات حلات الباسي وجبدات شي حاجة كتقرى فيها وكلها ساعة صورة صخر كتشي في بالها سدات الباسي ومشات وقفات قداموا حد صبورة بيضة مع القفل حاجة قبالت ناموسيتها الكبيرة كانت صبورة عامرة تصاور وبالتحديد سبعة تيال تصاور متاصلين ببعض بخطة حمل وثلاثة منهم عليهم علامة اكس شافت في واحد صورة بحيقد وكراهية كبيرة وهي تشد السجارة اللي كانت كتدخن وتفاتها عليها حتى تحرق وجه الشخص اللي في الصورة ظهرت وتلاحت في فراشها ناعسة على دهرها كتشوف في السقف حتى غفات الصباح مشات غادية ودخلات مع باب المجلة ضغطات على الزر وتحلى سانسور ويلاه بغيت سد وهي تحبسه ايد ادخل سيف وشاف غادير وصغير عينيه وقف بجنبها وهي حيدات لكيت من ودنيها ظهرت كتشوف فيه وهي مبتسمة قال لها سيف وهو كيشوف قدامه مالكي كتشوفي فيه تقطرات غادير وقالت اه لا والو ما شفتش فيك وظهرت كتشوف قدامها وهو يقول سيف غادير قالت قال لي هسيف واش كنتي البارح في كازينورينو قالت اه لا كازينو شنو هو يقول سيف مالكي كتفت فيه بشوية عليك البارح شفت واحد البنت كتشبه ليك تبقى الاصل عليك ولكن نظراتها وضحكتها مختلفة تبعت هي حساب لي انتي شافت فيه ومشات واش عندك شي اخت وام غادير بداتك تترعد وقالت انا كانت عندي خط وحدة وماتت سيف تقابل معاها وهدت ليها راسها وقال الله يرحمها كنتي قلت لي يا ماماك واختك ميتين وانا شحان من مرة كنبغي نجبت معاك الهضرة علي عائلتك زعمها كيف تغليهم باغيك تشاركيني احزانك وتخوي علي قلبك ولكن ديما كتهربي وما كتبغيش تهضري عليهم وكان ميك باش تبقاي على راحتك اللي بغيت نقول ليك انا ديما في جنبك ايلا احتاجيتي اي حاجة ما تترديش وقولي لي راكي عزيزها بالزاد وعندك مكانة خاصة عندي سمعتي غادير دموحها بدوها بطين وكتحرك براسها بقا قال لي هساب ودهب عليش كتبكي وبدك يمسح لها في الدموح من خدها وقال عرفتي هادي كلي شفت البارح ضوخاتني متأكدة ماشي متي وعيش حياة مزدوجة وبدك يضحك غادير فدت كتنخصص وقالت لا ماشي انا تحلى صنصر ودو السيف ايدو وردهر غادير وخرجو وطلقاو مع البنات اللي خدامين معاهم خنزرو في غادير وهي تحني راسها وسيف قال لي هم سلام من بعيد وعنك غادير من كتبها وجرها حتى دخلو المكتب وكلاش تبلاستو وباشروا الخدمة وبعد اسبوع قال السخر في الهوات المعتاد اللي ولا مرة مرة كيجي ليه ويشوف إيلينا اللي بدورها كل مرة دايرا سببا باش تشوفه قالت في بلاسة معزولة فوق الفوتاي وإيلينا بجنبه ممحيداش عينيها عليه عمرات ليه كاسو متاتو ليه واخداه من عندها وجاغمو دقة وحدة وحطو فوق الطبلة بالجهد احتى قفتات قال لي هاو مالكي ما فيكي فائدة أنا لاش جبتك الهنار هم؟ ديك الخبار اللي جايبة ما عندها فائدة حال وجهك مول كازينو سير تنقية وما فيها حتى نبشة وقاعي لكانوا مقامرات غير قانونية هادش ما عندي فيه سوق أنا باغي نلقاها هي خاصني ضروري نلقاها إيلينا قالت شكون هادي وقف سخلو قال وجودك بحال عدمه عرفتي شنو جمعي شروطك ورجعي بحالك وقفت إيلينا وعنقات دراعو قالت لا عافاك ما تدير هاش أنا غادي نعاونك وندير لي بغيدي غير ما تبعدني شعليك ساخر حيد لي ها ايدها وقال أنا غادي خرج من البواط كان شارب شوية ولكن شاد تفرزه تمشى فين حاط الطموبيل ديالو وحل الباب وبغير كب وهي تباليه شي واحدة واقف حد الشانطة وكتشير تاكسي ولكن حتى تاكسي موقف لها ابقى كي طلحها ويهبطها من راسها لرجليها كانت لابسة زي متير وجامع شعرها فقط خصلات مطلوقين القدام وهازسها كحال بحال لون الكعب اركب وعينيه ما زال عليها ورجع نزل وخشاء الديف جيابو التاجه من ناحيتها عينيهم صغرهم وشفتو كيف استقل اللي حاط على شي فاريسة وخاكا نليل اقشحة باللي هي نفسها صاحبة العيون العسلية وقف موراها وبدون ما يهدر اما هي غير شمات عطر رجولي وتلفتات لقاتوا واقف كيشوف فيها عرفاتوا وتبسنات بلا ما تشعل ابقى وكشي كيشوف شي حتى انطق هو وقال ما خايفاش من مخلوقات الليل قالت ساندي هو ما اللي خصهم يخافوا مني طلحها صخر وهبطها وقال طيقة كبيرة صادرة من جسد صغير قالت ما تغركش المظاهر كاينة اسلحة اقوى من القوة البدنية سخر كيقرب وقال بحالاش متانا قالت ساندي كاين بالزال على حسب الخصم قال لها سخر ديريني خصم ووضحي لي كيفاش قربت ساندي ليه وبقيت بيناتهم غير بعد السنتيمان قالت انت بالذات ما يمكنش تكون خاصة انت خاصني نجازيك حيث دافعتي عليا صخر كيشوف ضمها وقال عاقلة بعدها قالت بالطبع وهو يقول واشنو هي الجائزة ساندي قال اللي بغيتي قرب حتى تخالطات انفاسهم وعينيهم مركزين على شفيفها شوية وهو يسمع صخر التليفون ديالو كيسوني جب دو جاوب وكان خوه سيراش كمن المقالة موذر عندها وقال يالله نوصلك معايا هاد الوقت ما غداش تلقي تاكسي قالت اوكي توجهه لطو موبيل ورقبات حداه كثيرة نعتاد ليه فين وحتها قدام الاقامة قالت شكرا ميسيو وهو يقول سخر قالت انا ساندي ومدات ايدها وصافح ايدها وقال متشرفين مضموذال ساندي قالت انا ليليا الشرب وهو يقول خدامة في كازينورينو قالت اه نخليك دابة يلا بسلامة خرجات وصدات الباب وقالت عنداكي شدوك البولي واخا ما بيناش عليك شارب اضحك وقال الا ما تخافيش وكثيرة متاجه لدارهم وهي دخلات وطلعات لدارها كانت غادير غادا ودايز من حدها وحد الشخص واخد الساك ديالها وضربها بجرية خلى غادير موراه طيحة علاقيت رجه دباش تفحها باش ما تلحقش عليه سيف كان دايز من شنطي بالموتور دياله احتشف داك المنظر وما عرف شواش يتبع الشفار ولا ينشي عندها حبست الفران حدار جليها وكانت طيحة فجن بالطريق اهبط بسرعة واتحضر عندها كيقلب فيها قال غادير وقعت ليك شي حاجة يقمت قديتي غادير كترا عادو تحرك راسها بلا عاون هاسيف حتى وقفات غادير حضرت راسها وقالت ساكي ادي لي يا ساكي فيه كل شي لوراقو التليفون ديالي والطابلات فيها الخدمة هو يقول سي كون ما خفت عليك تبقي مليوحة هنا كنت غادي نتبعه اليوم يأكلها في عضابه يلا هنمشيون ديكلاري ودابا على الاقل لي رجعوا ليك غير وراقب اركبوا طلعات موراه ومشاوا لمركز الشرطة اللي في المنطقة حط المطور ودخل شاد في ايدها غادا موراه ادخل عند واحد وثوله فين يبلغ بالصريقة وناعت ليه الواحد المكتب خدا منهم الشرطة المعلومات ومواصفات الصارق اللي كانوا غير واضحين لغادير حيث اتركوا شي بسرعة وما شافتش وجهه ووصفات غير اش لابس قال لي هم غادي تصلوا بيهم الى القاو القبض على الصارق وخرجوا غادين في الكولوهار حتى كيسمعوا شي حد كيهدر بعصبية وصوتوا واصل فين وفين سيف تلفت وبان ليه سخر وضحك بالجنب وغادير غادة في جنبه اللي عينيها حلاهم على وسعهم منقضها قدام عينيها ممتيقاش كتشوفه تاني وهي اللي ظنات انها عمرها مغطلاقها محسات احتجرها سيف وخرجوا من المركز وبالها باقي مع صخر وصوت الخشن باقي على مسامحها سألات مع راسها شنو كيدير هنا احتج الجواب من عند سيف اللي بحالي لسمع تساؤلها قال هاد خينا ديما معصب وهيش كيف الطور بنادم كيف داير وبعزل دوك البوليس اللي خدامين معاه وهي تقول غادير شكون علامة كتها دا سيف قال داك بنادم لك يغوت قالت واش بولي سي قال لها سيف الضابط صخر بن يازيد كون ما بحطت علي كون قلت رجل عصابات ماشي رجل قانون قالت صخر وهو يقول شنو قالت غادير لا والو وهو يقول سي طلعين مشيو على الله يلقاوليك وراقك واخف الشك يلمشات شي حاجة في هاد البلاد ما تعولش درجة وصلها في حال هوم شالدار ومن بعد يومين وفي الكازيون كان صخر قالص ومعاه ساندي وكانت حتى إلينا وبغاد تعرف ايش بينه وبين ساندي حيت هي عارفة طبيعته ما كيعطيش وقته اللي بناد وعاطيهم بالتساح حتى هي ما بقاش كيعطيها وقت من نهار جاد وعمره قرب ليها دارت كتشوف فيه لقاته كيشرب عينيه على ساندي كيشوف فيها شفات في شكل شعلات فيها العافية وما حملاتش راسها ما عبرهاش كأنها ما جالساش حدا شافت في ساندي لقاتها جالسة ودايرة رجل على رجل كتلعب بخاتم في صباحها وكتدور فيه وكتشوف في صخر ما قدرتش تصبر وهما كيتبادلوا النظرات قدامها وحسات بالخطر داينا على ساندي ما ساهلاش تقدر تطيروليها من بين ايديها وهي تقول إلينا صخر ممكن تطلعوا الفوق عندي ما نقول لك قال لها صخر بلا ما يشوف فيها هادري هنا نيت قالت ما يمكنش نهدر قدام الغرباء الموضوع كيتعلق بخدمتك صخر دار عندها وقال سبقيني شوية ونخلط عليك وهي تقول لا ننطلعوا بجوش ولا خدمتك ما بقاتش كتهم مكدابة ما بقيتش باغي تلقى القاتل خنزن فيها بغي نوضليها وبدك يتحلف فيها بعينيه علفهم هالي مشرعاه سين دين اللي شافتهم كيهضروا بيناتهم تلفتات كتشوف الهنا والهيه ولكن رادة البال مع حديدهم سمعت كلمة القاتل وهي تدور وجهها عندهم بلا ما تشعر وشرعات عينيها كتشوف في صخر دورات في رأسها الكلمات ديان خدمتك والقاتل ونهار دافع عليها وجو البوليس وخرج معهم بلا مينوت بغي تتأكد وتقطع الشك باليقين وحاولت متبينش توطورها وقالت بهدوء سخر أنا مشيت نخليكم تكملوا حديدكم على راحتكم سخر وقف وقال سنيني حدا الطموبيل هاني جاي قالت غادل ناخد تاكسي غير خليك قال ليها ما كان بغيش نحاود هادرتي تمشيت سانتي وخرجات وبانت لي هالطموبيل ديالو وقفات حداها قالت هادا ما نوزرب عليها هادا الزربة يحساب له انا هي هاديك انا خاصني نتأكد من داك شي اللي سمعت قبايا ونعطيه بالتيساء من بعد ما خرجت سانتي جر صخر إليه نحتخرجه من البوات وطلعوا السويت فين غالصة ادخل وازدح الباب ودفحها حتى لسقات مع الحاد وشدها من عمقها ضير عليها بقيدو حتى تقجات وقال واش جهلتي عدامك كياكلوك باغاشي طرحد العصار ياك نقول ليك جمعي فمك قالت شكون هاديك وعليش قد دور بيك قال لي ها صخر ياك الصلبوطة انا فين وانتي فين القادية ما بقيش جبديها على فمك قدامشي حد وماشي شغلك في هاديك ولا في غيرها طلعت لي يا فراسي بالغيرك طلق من هون شجهت الباب وقال اخر انضار المرة الجاية ما غاديش نهدر قالت انت ديالي وحتى وحدة ما غادت تاخدك مني وخان عرف نقتلها بيدي وانزل وغير خرجه هي تبال ليه واقفة اركبه طلعات حداه ودي مرة وتحركه والصمت كان سيد الموقف سامدي شافت فيه وقالت صخر فاش خدام صخر كيشوف خدامه وقال كان سيد القتالة والمجرمين فهمات قصده وشوكوك هتأكدات وإيديها بدأ وكي ترعبه زيرات عليهم وطلعات للنفس وقالت يعني خدام عن بوليس قال لي ها صخر بحل هاكاك سكتات وضربات الطم وصلها قدام العمارة وسكت الطموبيل وشاف فيها وقال مالكي ساكتا قالت اللا والو غير لعيا شكراً صبح على خير حلات الباب وبغت تنزل وهو يشد لها في ايدها وجرها عنده شاف فيها المدة قصيرة ونزل على شفتيها كيبوس فيه جاوبات معاه بلمط شعر ابقى مدة عاد بعد وشاف فيها القهسات دا عينيها اضحك بالجنب والتك على الكوسان حلات عينيها واستوعبات شنو دارت ما تسرطاتش ليها قالت شنو معنيت هادشي وهو يقول رشقات لي وصافي قالت واخد شوفني هكا عندي خطوط ما كنت عداهاش داك شي اللي باغي ما غاديش تلقاه عندي ساخر دار عندها وقال شكون قال ليك انا باغي منك شي حاجة وهي تقول وهادشي اللي دارتي دابا شنو معنيتو قال علاج خاص ديما تفسرو تحلو اي تصرف كيف كتشوفي وبين اللعمة عجبتيني وانا الى عجبتني الحاجة كتولد يالي قالت وهاديك اللي خليتي لهي شنو محلها من الاعراب ساخر قال ماضي فقط قبل ما تبرز طراسك بيها قالت خاصني نمشي دابا نزلات وكسيرها غادي وكيفكر كيفاش هو اللي نبعد على ساحة البنات جدباتو هادي لاحط فيها حويج ما كينينش في بناتو خرين وبعد أسبوع ساندي طول هاد المدة ويمخر بقمع راسها كتحاول ما تفكرش فيه وتبعد منه حزليها ولكن بدون جدوى جوج حويج اللي شاغلين بانها حاليا الانتقام وصخر اللي تخلي حياتها وفي مدة قصيرة قدر يخليها مصنوبة فيه فاش شافتو كانت خدامة كيف العادة في الكازيون احتبال لها داخل فرحات من قلبها فاش شافتو تخلي بوات وهي رجعت مركزة في خدمتها وبالها معاه ابطاع لها غير انت تسالي وتمشي تشوفه قرات مع نفسها ما كين لاش تبعد عليه وتحرم راسها من الشخص الوحيد اللي خلى قلبها يحس لأول مرة خاصها فقط تتاخد الحيطة والحدر ذاك الشي اللي دارت غير كمنات بتلا تحويجها ومشات عن دور قادت وقالس مع شوش درجال خري في مكان والمعتاد بعيد على الهارش معارفيتش واش تمشي ولا لا شجعات وتحركات غادة بكل تقو وأنوطة وقفات عليهم شافها وناد سلم عليها وشار لها تقلس حداه وشافت فتوق اللي معاه كان وحته مزين والقلدة قال لها صخر كان قدم ليك عمر ومراد صحابي دار إدو مورا ساندي وقال هادي ساندي شاف فيها وغمزها وقال صديقة مميزة مراد وعمر قالوا متشرفة وهي تقول شرف لي وتلفتات عند صخر وقالت بصوت خافت كيفاش قضية هاد صديقة مميزة تحنا صخر عند ودنيها وهدر بهمس قال ما عجباتكش شنو بغيتي نقول قالت انت تعرف شنو أنا بالنسبة لك وهو يقول باقي الحال على هاد الهضرة ساندي قالت اوكي انا خسنين شي دابا شرفت بمعرفتكم ما بقيتش شافت فيه وتحركات وخرجات ملقوات وقف شاف في الدراري وقال ما تنساوش رأسكم ماشي جايي للنزاها ردوا البال اي حاجة ردوا البال اي حاجة لي شكيتوا فيها راقبوها مفهوم مراده عمر قالوا مفهوم الشهر خرج بخطوات مسرحة وغير خرج على برا بانت لي واقفة جن بالطريق كتشير التاكسي اركب سيارته تحرك وقف حداها وحبط الزاج وقال طلعي قالت لا غير سير بلا منزع جب وهو يقول صخر قلت طلعي بقيت كتشوف فيه مدة ووجههم خنزة حلات الباب وطلعات ودي مارا قال لها صخر باش نكون واضحين ما كان بغيش نعاود الهضرة النفخة ما عندي ما ندير بيها النقشة دغيكة تطلع لي تجن بالغضب ديالي حيت فاش كان تحصب ما كان بقاش حاقيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة